موسيقى الأخبار نشرة الأخبار من الإضاعة الوطنية التونسية أصعد الله صباحكم جميعاً وبارك يومكم تسجيل 84 وفاتاً وأكثر من 2100 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 13 من أفريل الجاري وقرارات بإغلاق عدة معتمديات وإجراءات أخرى في عدة مناطق بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات بالوباء رئيس الحكومة يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تمكين تونس من عدد أكبر من اللقاحات ضد فيروس كورونا في أقرب الأجل النقابة الوطنية للصحفين التونسيين تدعو كافة الصحفين والمنظمات الوطنية والمدافعين عن حرية تعبير والإعلام إلى المشاركة في وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء كانت هذه عنوين النشرة وإليكم الأنباء بالتفصيل على خلفية حادثة اقتحام قوات الأمن مقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء واعتدائهم على العاملين فيها لفرض تنصيب كمال بن يونس بالقوة العامة على رأس المؤسسة دعت النقابة الوطنية للصحفين التونسيين كافة الصحفين والمنظمات الوطنية والمدافعين عن حرية التعبير والإعلام إلى المشاركة في وقفة احتجاجية اليوم على الساعة الواحدة ظهرا أمام مقر الوكالة ويذكر أن العاملين في وكالة تونس إفريقيا للأنباء من صحفيين وإداريين وأعوان قرروا الدخول في إضراب عام حضوريا مركزيا وجهويا كامل يوم الخميس 22 من أفريل الجاري بسبب تشبث الحكومة بتعيين كمال بن يونس على رأس الوكالة وأدنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الاعتداء على العاملين في وكالة تونس إفريقيا للأنباء لفرض التعين الفوقي لرئيس مدير عام جديد على رأس الوكالة بالقوة العامة منبهة الرأي العام إلى أن النهج الذي تعتمده حكومة هشام المشيشي تجاه الإعلام العمومي أصبح يشكل خطرا حقيقيا ومباشرا على مستقبل حرية الصحافة في تونس وجددت الهيئة رفضها للتعينات الفوقية التي تهدد استقلالية الإعلام العمومي وما صاحب ذلك من تعطيل لسير عمل المرفق الإعلامي العمومي وضع وبائي بفيروس كورونا وصف بالخطير تعيشه بلادنا هذه الأيام مع تسجيل 84 وفاة و2123 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 13 من أفريل الجاري وزارة الصحة أوضحت في بلاغها اليومي أن المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص تتكفل حاليا بـ 2270 مصابا بفيروس كورونا الوزارة أضافت أن عدد الملقحين بلغ 175 439 منذ بداية عملية التلقيح في 13 من مارس الماضي في حين فاق عدد المسجلين مليونا و86 ألف شخص أعلنت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدان صف بن علي على موجات الإضاعة الوطنية تصنيف 15 ولاية حالية ذات مستوى إنذار مرتفع جدا و22 معتمدية ذات مستوى إنذار خطير أحنا حاليا عنا 15 ولاية اللي هما مصنف ذات مستوى إنذار مرتفع جدا النسبة للانتشار تفوت لمية على المية ألف ساكن في الـ 14 يوم الأخيرة هما تونس أريانا منوبا ناروس أقل يوجد الكاف سيليانا سوسا مهدية سفاقس القصرين قابس مدنين تطوين توزر وكبالي يوجد عنا 22 معتمدية اللي هما مستوى هذائم تعالى الإنذار نسميه خطير يفوت 300 على 100 ألف ساكن أحنا حاليا كان نشوفه قديش عنا من معتمدية معناتها اللي هي في مؤشر إنذار يفوت لمية على 100 ألف ساكن هما 119 لكن هذو اللي سميتهم لكتوى هما أكثر أخوض اللي فم تسارع كبير في الانتشار متى الفيروس وعزت مديرة المعهد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصف بن علي عودة انتشار الفيروس في تونس بعد تراجع نسقه في الفترة السابقة عزته إلى التراخ في تطبيق الإجراءات الوقائية دعية إلى ضرورة احترام البروتوكولات الصحية وفي خطوة لكسر حلقات العدوى قررت لجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بيسفاقس غلق معتمدية العمرة بداية من اليوم إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى والإسفاقس أنيس الوسلاتي ومزيد من التفاصيل الوضع في إسفاقس يدعو إلى الحذر والحذر الحذر الشديد عدد المقيمين بالمستشفيات والمساحات بلغ أرقام قياسية اليوم عنا 309 مقيم في مختلف المستشفيات والمساحات الخاصة منهم 34 حالة في قسم الإنعاش وهذه العداد تعتبر مرتفعة جداً أيضاً هناك بعض المناطق وبعض المعتمديات اللي فيها اتشار سريع كأنه في معتمدية العمرة لاحظنا اتشار وتزايد سريع في عدد الإصابات وبالتالي تم اتخاذ قررت استثنائية تخص معتمدية العمرة تتعلق بالأساس في غلق الخروج والدخول من معتمدية العمرة منع كل التجمعات والاحتفالات والتظاهرات مهما كان نوعها تطبيق مقتضيات البروتوكولات الصحية بكل سرامة وغلق الحمامات وميذات الجوامع منع انتساب الأسواق الأسبوعية في مختلف عمادات معتمدية العمرة غلق رياض الأطفال والكتاتيب كما قررت اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة كورونا بيقبس غلق معتمديتين مارث ومطمطة الجديدة التي بلغت مرحلة الاختطار المرتفع بعد أن سجلت كل منهما عددا كبيرا من الإصابات بالوباء وفي منوبة تم تصنيف معتمدية بربا منطقة حمراء بعد تجاوز مؤشر الإصابات المئة حالة لكل مئة ألف سكن كما تقرر عزلها عن بقية المناطق بغلق جميع منافذها ما عاد للعمل أو للضرورة القصوى إلى جانب اتخاذ جملة من الإجراءات المصاحبة بداية من اليوم الخميس طيلة عشرة أيام متتالية وفي نابل تم تصنيف كافة معتمديات الجهة مناطق حمراء لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا باستثناء معتمديتي بعرقوب وتكلسة قررت هيئة تنظيم زيارة لغريبة بجرباء يلغاء جميع مظاهر الاحتفالات التي ترافق الزيارة في كل السنة والاقتصار على ممارسة التقوص الدينية أيام الزيارة السنوية المبرمجة لهذا العام من 25 أبريل إلى 2 ماي القدم مع تجنب الاكتظاظ توقيا من فيروس كورونا وفق ما صرح به رئيس هيئة لغريبة بيراز الترابلسي أكد وزير التربية فتح سلاوتي أن الوزارة ستدرس مقترحة الجامعة العامة للتعليم الثانوي بشأن تعليق الدروس لمدة عشرة أيام لكسر حلقة العدوى بفيروس كورونا داخل المؤسسات التربوية هو مجرد اختراح ترقنا له في جلسة مع النقابات متع تعليم التربية الكل نقشناه التضح هو أنه ينزمنا مزيد من المعطيات بش ننمو المعطيات اللازمة بش نعاود ومناقشته لكن إلى حد الآن مثل ما حتى شيء من هشي هدايا توقف عن الدروس لأنه اختراح بسدد الدراسة وأفاد رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 الهشمي لوزير بإمكانية إدراج الأطفال أسيما من أصحاب الأمراض المزمنة ضمن الحملة الوطنية للتلقيح في صورة ثبوت نجاح التجارب السريرية حول العالم بالنسبة إلى هذه الفئة العمرية وحصول المخابر المصنعة لللقاحات على رخص ترويج في الأسواق دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال لقاء عبر تقنية التواصل عن بعد مع رئيس المفوضية الأوروبية لشون الاقتصادية باولو جانتيلوني دعا إلى تمكين دول الجوار الأوروبي ومنها تونس من الحصول على عدد أكبر من اللقاحات ضد فيروس كورونا بأقرب أجل ومن جهته أكد المسؤول الأوروبي استعداد الجانب الأوروبي لمواصلة دعم تونس خلال جائحة كوفيد-19 من خلال برنامج الدعم والمرافقة المالية للاتحاد الأوروبي عبر المصادقة على الدفعة الأولى والتي تقدر بـ 300 مليون يورو وتقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيسمح بصرف الدفعة ثانية تقدر بـ 300 مليون يورو إضافية مشيرا إلى انفتاح الجانب الأوروبي على مرحلة أخرى من برنامج الدعم والمرافقة الاقتصادية يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة للنظر في عودة مجلس نواب للعمل بالتدابير الخصوصية واعتماد آلية التصويت عن بعد وسيتم إثر ذلك النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية بعد رديه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل الحادي والثمانين من الدستور دخل إطارات وعملة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والوراق بالقسرين أمس في إضراب عن العمل على مدى يومين احتجاجا على ترد الوظاية الاقتصادية للشركة التي يهددها الإفلاس الكاتبة العمل النقبة الأساسية للشركة فرع تونس زينب غبثاني خلنا في إضراب نتيجة الوضع المتردد للشركة التي أصبحت على حق الإفلاس واحتجاج على عدم إدراج المؤسسة متاعنا ضمن السبع المؤسسات العمومية التي أعلنت عليها الحكومة مؤثرا أنها ستشرع في أعاد هيكلتها نحن مقدمين دراسة قدمناها في عديد المرات وهي موجودة توق لدى رئيس الحكومة والدراسة هذه تتمثل في توفير الاعتمادات الضرورية للتطهير المالي والاجتماعي للشركة فهذا ذا توفير المال المتداول كبشتاقف على سقيها وتأمين جرايات الأعوان والإطارات ونتمنى تتحلل الأمور هذه في أسرع وقت على خاطر الشركة متاعنا مهد بالإفلاس مع العلم أنها توقل في بارش عباد ثم 900 خدام أبطار 6000 خدام غير مباشرين يقلعوا في الحلفة نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين أهلا بكم من جديد في أخبار العالم منظمة الصحة العالمية تعرب عن القلق من احتمال تزايد حالات كورونا خلال شهر رمضان في شمال إفريقيا وشرق المتوسط روسيا تؤكد أن لقاحها سبوتنيك في ضد فيروس كورونا لا يتسبب بجلطات دموية والولايات المتحدة توصي بتعليق استخدام لقاح جونسوناند جونسون مواقعا الدنمارك توقف استخدام لقاح أسترزينيكا بشكل نهائي لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ هذا القرار على خلفية الاشتباه بحصول آثار جانبية نادرة وخطيرة للقاح رؤساء الاستخبارات الأمريكية يؤكدون أمس أن أجهزتهم لم تستبعد بعد فرضية وقوع حادث في مختبر لتفسير ظهور وباء كوفيد-19 في ووهانا الصينية مصادر دبلوماسية تفيد أمس بأنه من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة الأزمة في منطقة تيجري الأثيوبية بناء على طلب أمريكي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامناء يحذر أمس من أن تطول المفاوضات الجارية في فيينا من أجل إنقاذ الاتفاق النووي فتصبح مضرة لإيران أما المملكة العربية السعودية فدعت أمس إيران إلى تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة لمزيد من التوتر هجوم يستهدف ليلة البارحة مطار أربيل دولي بكردستان شمال العراق حيث يتمركز عسكريون أمريكيون نفذ للمرة الأولى عبر طائرة مسيرة الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد أمس أن الوقت قد حن لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة بسحب جميع قوة بلاده من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمة الـ 11 من سبتمبر 2001 التي أدت إلى تدخل الولايات المتحدة السبع صباحا وأربع عشرة دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية هكذا نصل المستمعين ومشاهدين الأكارم إلى ختمة هذا الموعد الأخباري أمنه لكم من الإذاعة الوطنية شهاب الحجلاوي وخرجه إذاعيا محمد علي بنغازي والتلفزي شاكر بالقسم وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عنوين تسجيل 84 وفاة وأكثر من 2100 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ الثالث عشر من أفريل الجاري وقرارات بإغلاق عدة معتمديات وإجراءات أخرى في عدة مناطق بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات بالوباء رئيس الحكومة يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تمكين تونس من عدد أكبر من اللقاحات ضد فيروس كورونا في أقرب الآجال النقابة الوطنية للصحفين التونسيين تدعو كافة الصحفين والمنظمة الوطنية والمدافعين عن حرية التعبير والإعلام إلى المشاركة في وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر وكالة تونس إفريقيا للأنبأ المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حاتم بن عمارة شكرا على طيب المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة